اشتركوا في القناة انه شوي ممكن البعض هيك يتخربت فيها القمر الان في منزلة الزبرة موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الاثنين وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والاصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة التسعة وثمانية وخمسين دقيقة من مساء اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها بعد هذا الوقت بنتقل القمر لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والاصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 واثنين وخمسين دقيقة من مساء يوم الثلاثة اللي هو عنوان الحلقة او اللي توقعات هاي الحلقة بعدها بده ينتقل في هذا الوقت لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج القمر الان موجود في برج الاسد بما انه موجود في برج الاسد معناته بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لا الا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التثليت الايجابية اللي بين الشمس وبين نبتون واللي طبعا تأثيراتها من اليوم عشرة واحد ورح تستمر تأثيراتها لغاية يوم سبعة عشر واحد ذروتها يوم ثلاثة عشر واحد الساعة ثنتين وستة وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش وهاي زاوية بتعزز من الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبرضو بتزيد من قوة الحدث او تحليل الامور وتحليل الاشخاص اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت ايجابية بين الزهرة وبين المريخ وهاي تأثيراتها طبعا من يوم ثمانية واحد لا يوم احد عشر واحد طبعا بسود جوعا من الود بسبب هاي الزاوية فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت ايجابية بين عطارد وبين اورانوس وهاي تأثيراتها لليوم اخر يوم لالها مننشط فمنباشر باكثر من مسعى في اكثر من اتجاه في نفس الوقت وكما انها بتعزز قدراتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقاول سلبية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون دروتها ساعة وحدة و 56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بمعنى اخر انه تأثيراتها من الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الظهيرة تقريبا من ظهر اليوم الثلاثاء من واجه مصاعب وعرقه اللي بتطلب منا ان نبدو الجهد اللي نتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحدود بيفتقلت بعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأ الى الهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعد هاي الزاوية المباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار راح يبدأ الساعة وحدة و 52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 3 و 14 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني اغلب اليوم راح يكون في خلو مسار وبعديها طبعا بعد هذا الوقت راح ينتقل القمر للعذرة هذا يعني ان الفترة المذكورة اللي هي ما بين الساعة 51 دقيقة لغاية الساعة 3 و 14 دقيقة عصرا يعني طيلة النهار فترة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال الاعمال اللي اتفقنا عليها من قبل او حددنا وقتها من قبل او بشرنا بتنفيذها من قبل وايجا خلو المسار واحنا منكمل فيها فهي ما فيها اي مشكلة ان ننتممها الساعة 12 الساعة 13 و 14 دقيقة عصرا خلاص القمر بنتقل وباستقر في برج العذرة عشان هيك من ساعات العصر منعود لطبعتنا الجادة مننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة او شاردة دون تفاحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام منشعر ان الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا او نتوهم امراض ما الها اي وجود هاي افضل فترة لتخلص من عادات سيئة كالتدخين وشرب الكحول بوسع نقتنا حيوان اليف او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا طبعا اللي لازم نركز عليها خلال هذا اليوم عنا اول شيء بدنا نركز من الان ولغاية ساعات العصر على القلب وشريان الاورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان اما من ساعات العصر بتصير العضاء الاكثر حساسية عندنا البنكرياس والامعاء الدقيقة والاعور والقلون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم اجهزة الاحساس والعيون والاذونين بالنسبة لهذا اليوم يوصى باجراء العمليات الجراحية ولكن طبعا بالنسبة لخلو المسار ما بنصح بالعمليات الجراحية القابلة للتأجيل يعني اذا بتقدر تأجل عملية جراحية اجلها ولكن اذا كانت اضطرارية فما في اي مشكلة بسبب خلو المسار طبعا واهم ايش انها ما تكون الاعضاء اللي ذكرناها اما بالنسبة لعمليات التجميل فاليوم غير مناسب لعمليات التجميل لا الحقن ولا الجراحة بسبب خلو المسار بعد خلو المسار ممكن يصلح هذا اليوم لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه رح يكون موجود في برج العذراء زي ما حكينا خلو المسار رح يكون يوم 12 واحد رح يبدأ خلو المسار ساعة 11 وخمس دقائق مساء ورح يستمر حتى تمام يعني حتى اليوم التالي يعني حتى صباح يوم الجمعة منقول بابدأ يعني بانتهي تقريبا الساعة 22 و 56 دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الميزان اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدة بعمره 18 يوم في تمام ساعة 6 عصرا او 6 مساء بتوقيت جرينيتش بصير عمره 19 يوم نسبة الاضاءة بتصير 80% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيد بنسبة 100% القمر في الاسد وبدو ينتقل للعذراء زي ما حكينا في ساعات العصر رح يستقر في العذراء ورح يظل في العذراء لغاية يوم 13 واحد منتحس الان هو بنسبة 40% بعد منتصف الليل بصير منتحس بنسبة 10% ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 40% ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 10% اوطارت في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 واحد سعيد الان بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 27 واحد سعيد بنسبة 15% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12 واحد منتحس بنسبة 5% المشتر في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 10% وزحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% اوطارت في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% ونبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% اوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة لموليد برج الحمل ما زالت الأجواء العاطفية أو التجميلية أو النفسية منتازة جدا اليوم برضو بظل في رغبة لتقرب من الأحباء وتقرب منهم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر فترة مثمرة ولكن بسبب خلو المسار حاولوا قدر الإمكان أنه ما تفرضوا سلطتكم على أحبائكم وما تدخلوا بنقاشات حادة ما زالت الأجواء جيدة وإنت إشراقتك قوية جدا تسعر الكثيرين بحضورك الباهر والجو مناسب لتلبية الدعوات أما من ساعات العصر هنا بتكون تنتبهوا لصحتكم أكثر لأن القمر رح ينتقل لبيت الصحة والعمل بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برج الثور ما زالت الأجواء البيتية والعائلية هي الطاغية على التأثيرات فعشان هيك بتحتل هاي الأمور للقصة الأكبر من تفكيركم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تهتموا ببعض المسائل العائلية مثل تصليحات أو مناسبات أو حتى أحداث عائلية أو اهتمام بصحة أحد أفراد العائلة أما من ساعات العصر فهنا بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم الأجواء بتصير عاطفية قوية جدا وطاقتكم بتصير قوية جدا بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا ما زالت الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والتنقلات والتحركات ما زالت الطاقة موجودة وبكثافة ولكن حاولوا قدر الإمكان لأنه في فترة خلوم مسار أنه تنتبهوا أثناء تنقلاتكم وقيادتكم للسيارات ممكن تهتموا بتصليحات للسيارات أو أجهزة إلكترونية بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر ولكن ممكن أنه أثناء النقاشات أو الحوارات أنه تكون عصبي أو تحتد أو يطلع منك بعض الكلام اللي يعني يكون مش مناسب في مكانه أو ينفهم بطريق الخطأ أما من ساعات العصر بتعيد تنظيم أموركم البيتية والحائلية ممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي تهتم فيه برج السرطان ما زالت الأجواء مناسب جدا للأمور المالية وظلت الأجواء فيها فرصة لمكسب مالي على الأغلب هاي الفرص بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بك تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة أو تبذير أموالكم بعضكم رح يتم بمعالجة استحقاقات مالية أهم شيء أنه اليوم عشان خلوه المسار ما تتسرعوا بتوظيف الأموال ودققوا بكل الأمور ما في داعي للمغامرات والمجازفات المالية أما من ساعة العصر بتنشطوا بالتنقلاتكم واتصالاتكم ويصير عندكم حيوية وطاقة عالية جدا للسفر والاتصالات أهم شيء أنك تكونوا أكثر وعيا على الطرقات قدرة على الإقناع والنقاش وأيضا نشاط عالي بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا النشاط عالي جدا والحيوي ممتاز جدا ثقتكم بأنفسكم كبيرة طبعا ممتاز هذا اليوم للنشاطات الاجتماعية أو تقرب من الأحبة وتواصل معاهم أو الاهتمام بالنفس ولكن تقلب المزاج اللي بيصير عندك أو سرعة إنفعالك ممكن يتأثر عليك في فترة خلو المسار فما تتخذ أي قرارات حاسمة أما في ساعات العصر وما بعد ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية ما رح تنهمكوا طبعا بضبط الميزانية وبعض الأرباح أو المكاسب أو الخطوات اللي إلها علاقة بالوضع المالي ولكن ما زالت الأجواء ما بتسمح للمغامرات فعشان هيك برضو تكون تحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا ما زال القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات العصر فعشان هيك التعب بظلم سيطر عليكم بتكون تنظموا أموركم وتحافظوا على صبركم وبرضو في نفس اللحظة ما في داعي إنك تنفعلوا أو تعصبوا أو تتخذوا قرارات خلال هذا اليوم ممكن شوي هيك بيصير بعض التأخيرات أو سوء تفاهم أو التباس خلال هاي الساعات فعشان هيك بدك تحاول إنك تضبط عصابك وما تخلي رداء يعني هاي السلبيات هتأثر عليك اعمل بشكل روتيني دون اتخاذ قرارات أما من ساعات العصر طبعا هنا القمر بوصل لعندكم فبتمتلقوا نشاط وحيوية تنقلب بعض الخيارات والتوجهات لا وضع بناسب وضعك الحالي وبتمتع بقدرة عالية جدا على قلب المعطيات لصالحكم برج الميزان ما زالت الأمور جيدة على مستوى النشاط الاجتماعي ولكن كل ما اقتربنا لساعات الصباح بصير في تقلب بالمزاج والنفسية عندكم يعني حاولوا تستغلوا نشاطكم الاجتماعي أو لقاء الأصدقاء أو إنك تلبوا الدعوات لحضر حفلة أو مناسبة وأطلبوا المساعدة برضو من بعض الأشخاص اللي ممكن يقدموا المساعدة لإلكم ولكن كل ما اقتربنا لساعات الصباح والظاهرة منجد أن الضغط بدأ يصير أكثر فبتصير حساسيتنا أكثر ردات فعلنا أكثر ممكن نزعل أو نتدمر من تصرف أحد الأصدقاء أو أحد المعارف أو نكتشف شخص كان يسئلنا من المقربين يعتبر أما في ساعات اللي هي ساعات العصر هنا القمر رح يوصل لبرج العذراء اللي هو بيت متاعبكم فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم أهم شيء أنه بخلال الأيام القادمة والقمر موجود بالعذراء لا توقعوا على عقد لا تحسنوا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وتعتبر هاي فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ما زالت الأجواء جيدة لتعزيز العلاقات مع المسؤولين أو تقديم طاقة أكثر بالعمل وتقديم معاملات أو أمور إنجازها أو إتمامها فممكن تحقق إنجاز أو تقدم أفضل أو تحرز تقدم مفاجئ خلال هذه الساعات ولكن بسبب قلو المسار حاولوا تحافظوا على سمعتكم بدون مجازفات أو مغامرات أو حتى عصبية ومشاكل من ساعات العصر هنا بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشارك في حفل أو مناسبة أو تقارب اجتماعي الاستفادة كلها من العلاقات الاجتماعية ومن بعض المعارف برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب وممكن تشاركوا في ورشة عمل أو دراسة أو امتحان أو بتشتد رغبتكم أيضا بالتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن ولغاية ساعات العصر ولكن اللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض وخصوصا إذا كان الامتحان في فترة خلو المسار وأيضا أثناء إذا كان عندكم سفر تفقدوا أمتعتكم وأوراقكم أو مراسلات بتتفقدوا كل شيء ما تعتمدوا على الحضوض ودققوا بالتفاصيل أما من ساعات العصر فهنا بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو مندخل فترة ممتازة لهاي الأمور أهمش أنكم تتجنبوا الخلافات في الأيام القادمة وتسعوا لتلطيف الأجواء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من الآن ولغاية ساعات العصر يعني تركيز كله على الأموال المشتركة ومن جهة بظل في فرص لمكاسب مالية بتيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من زوج ولكن من جهة أخرى بتكون تحذروا من أي مصاريف مالية أو مغامرات مالية أو مجازفات مالية لأنها مش مناسبة وانتبهوا من بعض المحتالين اليوم لا تكفلوا حد ولا تضمنوا حد ماليا ولا تقرضوا حد ماليا حتى لأنه في فترة خلوه مسار والبيت الثامن والوضع مش مساعد فممكن الأموال هاي تتأخر لتستردها أو يصير عليها بعض المشاكل أما من ساعات العصر فالأجواب تصير قوية جدا وداعمة بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات والسفريات البعيدة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أشخاص خارج البلاد أو بيجيكم خبر من خارج البلاد أهم شيء تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ما زال القمر موجود مقابلكم وبتظل الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وممكن تعززوا علاقاتكم ما بينكوا بين الأزواج كمصالحة أو نقاش أو حوار ولكن حاول أنك ما تنفعل وما تعصب وما تختلق المشاكل بسبب ردات الفعل لأن الفترة هاي أو الساعة هاي ما بينفعك فيها لا التوتر ولا الجدال أما من ساعات ما بعد العصر القمر بنتقل للبيت الثامن فبصير التركيز كله على الأمور المالية بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة ولكن بتكون تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهو بالأمور الثانوية التركيز على الفواتير أو على قرون أو ديون أو مطالبة بالحقوق كل هذا رح يصير خلال ساعة من بعد الظهر لغاية ساعة المساء برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا القمر الآن بدأ في مراحل المقابلة هو الآن في البيت السادس اللي العلاقة بالعمل والصحة فعشان هيك اليوم منجد أنه العمل بدأ يصير في بعض المشاكل أو الملابسات أو الملاسنات أو رغبة بالتغيب عن العمل فعشان هيك يبدأ تضبط أعصاب قدر الإمكان ببدأ العمل بتراكم أكثر من الأيام الماضية حاولوا أن تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وركزوا على الأعمال المهمة واللي في قابلية للتأجيل يؤجل وبرضو انتبهوا لغذائكم وراحتكم لأن هذه أهم نقطين الغذاء والراحة والصحة والعمل خلال هذه الساعة أما من ساعات العصر فهنا القمر يصير مقابلكم تماما وأنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاذروا من الخلافات وما الضخم الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر